من معبر للمخدرات ومستهلك لها أصبح العراق منتجاً لبعض أنواعها كما تشير بيانات الأجهزة الأمنية المختصة وهو ما يدق ناقوس الخطر ويفتح باب التساؤلات عن سبل المواجهة مواجهة ساخنة مستمرة تلاحق المتعاطين الصغار والتجار الكبار لكنها أخذت منحاً آخر بتعقب مصانع المخدرات كما حصل في محافظة السليمانية حيث أعلنت وزارة الداخلية ضبط معمل لتصنيع مادتي الكريستال والكيبتاجون مع اتقال أربعة متهمين بحوزتهم ما بين 150 إلى 180 كيلوغراماً من المواد المخدرة وقعة ليست الأولى في العراق ففي العام الماضي ضبطت السلطات الأمنية مصنعاً لإنتاج الكيبتاجون في محافظة المثنة مع مواد أولية تقدر بـ 27 كيلوغراماً مع الأختام الخاصة بالحبوب المخدرة وفي مسعاً لمواجهة هذا الحال وتعدد ضبط المصانع الخاصة بالحبوب المخدرة أعلنت وزارة الداخلية مؤخراً إبرام مذكرات تفاهم مع أجهزة مكافحة المخدرات في الدول المجاورة للعراق لتبادل البيانات حول الآليات المستحدثة أو الطرق المكتشفة لتجار المخدرات حيث تمت الإطاحة بعدد من الشبكات المختصة بتلك التجارة هذا وتشير الأرقام إلى اعتقال أكثر من 15 ألف تاجر ومتعاطن المخدرات العام الماضي حيث ويرتبط أكثرهم بشبكات التهريب الرئيسة الكبيرة التي جرى الوصول إلى بعضها لكن التحول الأخير وتزايد حالة ضبط المصانع يفرض معادلة جديدة على الجهات المعنية ترجمة نانسي قنقر